بعد إذنة فضلتك كنت عايزة أسأل لو في حد شخص يعني قرر إن هو يكتب كل مراسه أو كل سروته لأولاده وزوجته نظرا إن هو خايف إنه يتوفى وأهله يورسوا فيه والده ووالدته يعني طاله أزى كثير أو يمنون فهل يجوز إنه هو يعمل حاجة زي كده؟ التصرف ده صحيح لكن النية دي نية سودة هيتحسب عليها لما إنه هو خايف إنه حد من أهل الميراث يدخل في الميراث كده هو بيجرم في حق نفسه لأنه هيجي في يوم الإيامة ويقول له أنت بعت واشتريت هيقول له يا ربي يقول له خلاص دول حاجتهم تعالي علي أنت بقى أنت نويت النية السودة دي ليه ويحسبوا عليها ففيه فرق ما بين صحة التصرف وبين النية التي عليها المحاسبة هل في حد تاني من البنات عايزة تسأل اتفضلي؟ ترجمة نانسي قنقر